في اليوم الخامس لمناورات الأيام الستة الإيرانية أطلقت القوات البحرية صواريخ مضادة للسفن بالقرب من مضيق هورمز صواريخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر هذه المناورات هي آخر استعراض للقوة تجريه إيران في مواجهة التوتر المتصاعد بخصوص ملفها النووي عرضت في المناورات المسمى الولاية 91 منظومة الأسلحة المطورة حديثا في إيران التمارين العسكرية غطت مساحة مليون كيلومتر مربع في منطقة تمتد من مضيق هورمز إلى الجزء الشمالي من المحيط الهندي بما فيه بحر عمان هذه رسالة ثابتة من الشعب الإيراني وعرض لمبادرة البلاد وعرض لقرارات البلاد الثابتة وقرارات القوات المسلحة لقد كان عرضا لإظهار قدراتنا على الوقوف ضد أي عدوان على دولتنا وإننا لا نخشأ أي تهديدات أصدرت إيران عشرات الإنذارات محذرة ما وصفتها بالسفن والطائرات التابعة لقوى خارجية من الاقتراب من منطقة المناورات كما أجرت إيران للمرة الأولى أثناء هذه المناورات تدريبا هجوميا ودفاعيا معلوماتيا مسؤولون في المناورات أعلنوا أن وحدة للدفاع المعلوماتي شنت ما وصفوه بهجوم على شبكة معلومات معادية وأضافوا أن القوات الدفاعية كشفت الهجوم وتصدت له طهران بررت عملياتها في هذه المنطقة الحساسة بأنها تهدف إلى ردع أي عدوان محتمل كما نفت في الوقت نفسه نيتها إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي اشتركوا في القناة